استمرار العملية التعليمية وتلقيها أولى الطلاب للمحاضرات والتدريب لا يعني أن الأمور تسير على ما يرام في المعهد الصحي بمدينة عتب هذا الصرح العلمي الذي ناله نصيبا من الدمار والتخريب كراء الحرب كما هو حال معظم المنشآت الحيوية الهامة في شبوة التي تعرضت لغارات طيران التحالف العربي بعدين حولت الميليشيا الانقلبيه إلى ثكانات عسكرية أثناء اجتياحها للمحافظة المعلمين والدكاترة متواقدين لكن المعمل وبعض الأشياء وبعض الأدوات والوسائل مش موجودة إلى جانب الدمار والأضرار القسيمة التي لحكت بالمبنى بسبب القصف هكذا تبدو الصورة هنا في قرف معامل الحاسوبة والمختبرات التي تعرضت في الأخرى للنهب والتخريب بأياد عابثة بعد الحرب فأعمال الصيانة والترميم التي تظهر هنا كانت بجهود خاصة من إدارة المعهد ومساهمات مالية محدودة من الطلاب أيضا حاولنا أن نحن نحافظ على بعض الوسائل التعليمية والمستلزمات وأدوات المعامل ما بعد القصف من النهب والسرقة طبعا نتحطم جزء من الصور المحيط في المعهد يعني حافظنا على القليل من الوسائل التي تبقها معنا في المعهد بالنسبة لأضرار الإنشائية حاولنا أن نرمم القاعات أو الأبواب ونافذ التي نحن بحاجتها ضرورية انتقلنا في البداية إلى الدراسة في مركز الهلال الأحمر قياب الوسائل التعليمية والأضرار التي لحكت بالمعامل جعلت إدارة المعهد تبعث الطلاب للتطبيق في محافظة حضر مو نفتقد لكثير من الوسائل التعليمية نفتقد للمعامل نفتقد للأثاث للقاعات نفتقد للدعم المعنوي بحيث أنه لا حد يطلع على حالنا يدعمنا على الأقل بالكلمة كل هذه التحديات والمشاكل التي فرضتها الحرب تضاف إلى أعباء الدراسة ومتطلباتها لطلاب المعهد على أمل انتصر رسائلهم إلى القهات المعنية وكل من يهمه الأمر لعادة الحياة إلى طبيعتها وتوفير الأجوال الملائمة للتعليم إبراهيم حيدرة قناة بلقيس شبوة